الجزء خاص بالسوشيال ميديا الحقيقة كلام كتير جدا جدا في السوشيال ميديا عن التقيمات وعن اللعيبة وكانت يستوقفني الحقيقة كذا جزء منها بعض المواقع الكبيرة الحقيقة كانت بتستهدف أو بتقول إن إمام عشور أسوأ لاعب في المنطقب المصري أدان وده بعد مباراة مبارح يعني كان ممكن تطلعها بعد مباراة مصنبيك لكن يعني نقطة ومن أول السطر ده كان عندي اعتراض عن الجملة دي خالص وزي ما بقول تاني ولتقى مع حضراتكم هنا في المحترف قبل البطولة ما بتدق إن إنت أول ما في تجمع للمنتخب وفي مباراة للمنتخب إحنا كنا بنطالب اللعيبة بإيه؟ كنا بنطالب اللعيبة إنك تقلع تشيرت النادي بتاعك أحمر أصفر أخضر أزرق أي لون خلاص إنت بتقلع هذا التشيرت وبتلبس تشيرت منتخب مصر ده مهم جدا للجماهير ومهم جدا للشغالين في المواقع ومهم جدا اللي عندهم بعض الصفحات إنك بتقلع تشيرت الانتماء بتاعك خلاص دلوقتي وقت مصر دلوقتي وقت مصر ودلوقتي وقت المنتخب المصري كل الدعم والمسندة أكيد للمنتخب المصر كل الدعم والمسندة للجهاز الفني واللاعبين انتقد زي ما أنت عايز قول رأيك زي ما أنت عايز لكن أنك تحاول تهد في بعض اللاعبين تحاول تهد في بعض معنويات اللاعبين والجهاز الفني ده مش مطلوب الحقيقة قول رأيك الفني في التشكيل ده كان مفروض يلعب ده مفروض يلعب نلعب 4-4-2 لا نلعب 4-2-3-1-4-1 يعني قول كل اللي انت عايزه لكن ما تتطرقش اللي جزئية أن انت ممكن جدا تحطم معنويات سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو توصل صورة ان عدمت الثقة في هؤلاء اللاعبين وإحنا كده كده خارجين وإيه اللي بيحصل دوت وإيه القارب ده والكلام اللي هو أصلاً مالوش لازمة والحقيقة بيبعث رسالة سلبية وإحنا وفرقتنا ومنتخبنا وبلدنا محتاجين في الوقت دوت الطاقة الإيجابية الطاقة الإيجابية آه مش راضين عن الأداء أنا معاكم مليون في المية مش راضين عن الأداء في بعض الأخطاء الفنية مليون في المية في بعض الأخطاء على مستوى اللاعبين مليون في المية كل ده على جنب ولكن بعد ما نخلص حوارنا ومنقشتنا واختلافاتنا في بعض الأمور هنيجي في الآخر نحط نقطة نقطة من أول السطر السطر بيقول إيه إحنا كلنا ثقة وعندنا آمل كبير جدا في منتخبنا وإحنا فرقة كبيرة وقادرين إن شاء الله أن إحنا نوصل لأبعد نقطة ووثقين في جهازنا الفني هيصحق أخطاءه عندنا ثقة كبيرة جدا في لعبتنا من المباراة اللي جاية إن شاء الله هنشوف الروح والعزيمة من أول دقيقة مش في الديقة 45 أو في الديقة 80 هنشوف من أول دقيقة ضغط عالي هنشوف الروح القتلية العالية هنشوف الصراع على كل كرة وإن إحنا هنموت ونجيب جون وبعد ما نجيب جون نجيب التاني وبعد ما نجيب التاني نجيب التالت هو ده اللي عايزه أو عايزين نشوفه بعيدا حتى عن الفنيات والجماليات الروح الإصرار العزيمة لأن زي ما بقولك أنت قلعة التشيرت بتاعنا ديك ولابس أجلة التشيرت ممكن يرتديه أي لاعب كرة في العالم مش في مصر بس تشيرت البلد اللي أنت بتمثلها ده شرف ما بعده شرف وأن تلازم في كل لحظة بتأدي فيها أنت بتأدي بقتالية بروح عالية جدا بسبريت عالي جدا وخلي يعني النتيجة كده على الله لكن أنت لما بتعمل دوت بإمكانياتك المعروفة أكيد إن شاء الله ربنا هيكرمك الحقيقة ده كان مهم جدا نقوله ومن هنا من قناة النادي الأهلي التاني بقول بنبعث رسالة إيجابية لمنتخبنا إدارة فنية ولاعبين عندنا إن شاء الله ثقة فيكم كبيرة جدا إن شاء الله الأداء يتحسن إن شاء الله الروح القتلية تكون موجود من أول ديئة لآخر ديئة وبإذن الله نعدي مباراة الرأس الأخدر بفوز وتكون دي إن شاء الله انطلاقة جديدة لمنتخبنا للحصول على النجمة التامنة النجمة التامنة إن شاء الله كلنا نتمنى إن شاء الله هذه النجمة تتوج وتتحطي كمان على تي شيرت المنتخب المصر ترجمة نانسي قنقر